أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضي والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية وخلال لقاءه وزير خارجية الصومال أحمد معلن فقي أكد عبد العاطي حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصومالين وأشار إلى أن قرر الإعلان عن افتتح المقر الجديد لسفارة مصر في مقديشيو سيصهم في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وكذا دعم التعاون في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشهد وزير خارجية الصومال بالدعم الذي تقدم مصر لبلاده وتطلعه لتعزيز التعاون في مجال التعليم وزيادة المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف للصومالين هذا إضافة إلى النظر في زيادة عدد رحلات مصر للتاران إلى مقديشيو لتعزيز الترابط والتواصل بين الشعبين الشقيقين